اشتركوا في القناة اه فاضل له كم ساعة ولا انت حايس انه ممكن يتأجله لا ممكن يتأجله يعني انت عايز تتطمن اكتر اه احنا يعني 18 شهور اه حلوين اه مشان نبقى اكتر من كده اه الدوري السنة دي فيه كثير من السلبيات اه وانا بصراحة اقول تبدأ الحلقة النهاردة بشيء من اللطافة وادور على ايجابيات هلأك شفت ايجابيات السنة دي طيب بص اه الاول بص المسألة النسبية اه يعني اما دي تتكلم عن الدوري المصري اه وهم الناس والجمهور ساعات يقولك ايه يا عم انتوا بتتكلموا على الدوري المصري ايه بتتكلموا على الدوري المصري ده هيدي كورة دوري الانجليزي اه دوري الانجليزي اه طب ما يبقى كده بقى هنتكلم في حاجات تانية يعني المهندس هيبص للمهندسين الدكتور هيبص لدكاترة صح مش عارف مين هيبص لمين لكن خليها نسبيا نسبيا احنا دوري كويس دوري نسبيا عشان في كلامي انا قلت تحسني اعيدها تاني نسبيا كمان نسبيا يعني الناس تخبرها من هيكات النسبية دي التصوير كان زي من 4 سنين من 5 سنين من 10 سنين من 20 سنة من 30 سنة وحصل ايه في التصوير لا اقارنه بالتصوير في البريمير ليج لا اقارن الفار اللي 39 كاميرا لوحده غير كاميرات النقل في البريمير ليج لكن ده حتى كمان في اخر سنة اخصوصا السنة دي التصوير بقى احسن كتير شوف اللعبات اللي بتتعايت شوف السلو موشن بتاعها شوف ده هتلاقي فيه تطور دي النسبية لكن هنقعد نقول بها اصل انجليز واصل كذا واصل كذا لا ادي حاجة ثانية تعالف احسن انا اسف للمقاطعة بس حتى في انجلترا بينتقدوا الدول الانجليزي بالمقارنة بالاخراج والتصوير باللي بيحصل في الدول الاسباني يعني دول الاسباني رقم واحد في العالم دلوقتي بالنسبة للتصوير والاخراج بس بتكلم انه حتى في الدول الانجليزي بس دول يقرنوا بعض مفهومة لكن احنا ما نخشش في المقارنة دي يعني في المقارنة الإنجليز عاملين خمسة مليار جنيه سترليني إيرادات في ثلاث سنين وإحنا لا يمكن أن يكون أعمالنا أنديتنا خمسة مليار جنيه مصري في امتين سنة يعني 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 ما هينا بقى النسبية لا لا ما إحنا خلينا وقعين نفسها أنه أنه الأندية في مصر كلها بيما فيهم الأندية الكبيرة الأهلي والزمالك هما بيخرجوا الميزانية بتاعتهم فيها خسائل في كرة القدم يعني ما نطلعش كسبانين يعني حتى أقبل الأندية ما نطلعش كسبان طبعا فدي دي كلها يعني حاجات نسبيا في حاجات احنا اتطورنا فيها وبينا أحسن ما تشاطنا حتى يعني لما كنت بقى رجع الموسم مثلا أنا قلت آه ده في حوالي تلاتين مباراة حلوة مثلا فيها ندية فيها أهداف وخلي بالك أن المباراة الحلوة مش شرط تبقى فيها أهداف يعني مش شرط تبقى خمسة أو ستة ممكن تبقى مباراة مصيرة في أحداثها ما ليفربول كسب تسعة هل أنت استمتعت لا طبعا مباراة من طرف واحد مطش مملة يعني مطش تهريج يعني تمرين يعني لكن لما تبقى مباراة فيها ندية تبقى حلوة يعني وفيه كمان فرق تانية غير الأهل والزمالك بتناطح الأهل والزمالك وتبقى ند للأهل والزمالك وممكن تبقى فيها مفاجآت يعني إحنا عدنا سنين طويلة قبل ما الأهل يلعب يا طرى الأهل هيكسب كام دلوقتي في السنين الأخيرة النتيجة تبقى يا طرى الأهل هيكسب يعني المساءل بتتغير صحيح أنه على ذكر الكلام حضرتك أنه دلوقتي مثلا لما كان الأهل هيلعات فيوتشر بقيت مباراة كبيرة بيراميدز مباراة كبيرة زمالك فيوتشر كبيرة الأندية كمان يعني مثلا نادي زي طراعي الجيش بقيت مباراة مش معروفة نتكده والتليلين مباراة الأهل الأخيرة طراعي الجيش بيكسب زمان زمان حالك قلت أنه احنا بنقول الأندية هتلع قدام الأهل والزمالك هتدفع بكم واحد دلوقتي بقى فين الدية أكتر بشكل كبير هتغيرت المسألة طيب من الحاجات اللي يمكن ممكن نطلع منها إجابيا كمان أنه ظهر كم لاعب ممكن نقول عليهم كويسين حسيت بكده ولا محسيتش يعني في الأندية مختلفة بص أنا يعني ساعد بيباني أن أنا يعني ما باخدش الكلام مش عايز حتة لطيفة أنا هاول الواقع لا يعني الواقع بالنسبالي شادي حسين كويس قوي لعيب ظهر لكنه ليس لعيب سوبر يعني يعني بلاتي توري لعيب سوبر بالنسبة للدور المصري صحيح زيزو زيزو طبعا زيزو أحسن لعيب سيزون ده يعني يعني فيه لعيبة هتشور عليهم عشان أداءهم في طول الموسم عشان بيلعب في الأهل أو الزمالك بص بوضوح اللعيب اللي بيتقلق أو بيلعب بأميس الأهل أو الزمالك ويظهر بضغوط الأهل والزمالك ضغوط بقى الجمهور والسوشيال ميديا والناس اللي مش بيعجبها حاجة والناس اللي مش عارف ايه والناس اللي بتقارن بين الأهل والزمالك ده ممكن وينجح يعني ده يبقى لعيب ممكن تشاور عليه وتقول ده كويس لكن طب ما يعني فيه لعيب يلعب في المقاصة ويتقلق فيروح لدي ثاني زي الأهل مثلا زي الشيخ ما تبقاش ما ينجحش زي ما نجح في المقاصة لأن الناس مش أخدها بالها أنت بتلعب مع المقاصة مع NB مع سموحה طلق عي الجيش مع فرق كتير غير ما تلعب مع الأهل والزمالك حقيقي لأن اللي بيلعب قدام NB أو سموحة أو كذا أو كذا غير اللي بيلعب قدام من الأهل والزمالك اللي بيلعب قدام من الأهل والزمالك بيحاول أولا بيبقى مطش السيزون بالنسباله بالنسبة للعيبة و للمدرب و للنادي و كمان طريقة اللعبة و الدفاع و التكتل و يعني الزحمة و التاكلينج و أهمية المباراة عند اللعيب بتاع النادي ده غير لما يلعب ما تلعب هزيل لندها مع بعضها فشادي ممكن يتقلق مع ناديه يعني و الشيخ كانت أحمد شيخ انت تقلق مع المقاص و هكذا لكن تيجي مع الاهلي و في الزمالك المسائل بتختلف هنا لازم تقيم و أنا حسألك أنت سؤال هو قولي خمس لعيبة سوبر في الدولة المصري مصريين سوبر مش أجانب لأن حتلاقي منهم ثلاثة أجانب مثلا أو أربعة صور يعني يعني أربعة شوعة لهم إسحاقه إسحاقه إسحاق يعقوب إسحاق يعقوب بتاع البنك الأهلي جونسون جونسون و بلاتي توريك هذه أربعة حط عليهم كمان أربعة أو خمسة مصريين سوبر هذه عشرة منهم خمسة مصريين و خمسة أجانب أو أربعة أجانب من كم؟ من خمسمائة لاعب تقريبا تقريبا يعني أضرب مش عارف تلاتين في تمنتاشر يعني مش عارف كم يعني أنا وحش بحساب لا لا خمسمائة لا خمسمائة و شوية يعني آه خمسمائة و أربعين طيب أه تكلم على لعيب سوبر وإحنا عمليين نقول أندياتنا إحنا هنجيب اللعيب أفريقي السوبر يعني من ساعة كوارشي وفلابيو وفليكس و الإنهاز دي اللعيب الأفريقي السوبر أنا ما شفوهش لغادي وقلي يعني إلا طبعاً للـbi 5Hi지 واللعيب الأفرق العرب الزي مثل مصني علي معلول و أشرف بنشاري وفليكس بحبًا ابنشاري طبعًا هاي عملي مثل من أنبين صحيح إنما يعني البعيين لأني يعني فيitted لعيبة عرب أه كويسين بس مش سوبر يعني بنشاري يقول عليه لعيب سوبر في الدولة مصري علي معلول لعيب سوبر في الدولة المصري في لعبة تانيين عرب موجودين اللي هستم السوبر ما هم الشرط يعني يعني التقييم لازم يبقى مش بالعواطف مش بالهوى اللي هو مش لعب مطشين حلوين ثلاثة اربعة بقى لعب عظيم هو ممكن يبقى لعب جيد بس مش لعب سوبر مش برش يتاوي اللي لعب أول مطش جاب جنين فالناس انبهرت وبعدين ظلت تنتظر هذا الانبار أن يتكرر ما تكررش أنا كنت جايلك على الأهلي خلاص نخش على أهلي لا زي ما انت عايز الأهلي من كم يوم كده قلت أنه الأهلي مش في كارسة ممكن نقول أنه الأهلي فوعكة ممكن أنه الأهلي خسر الموسم ده خسر دوري وخسر بطولة أفراقيا بس الأهلي كفريق هو وصل النهاية أفراقيا وصل النهاية يعني وصل كان بنفس الدوري في آخر اللحظات وصل النهاية كاس مصر الناس برضو حاسة أنه الأهلي في كارسة كبيرة وأنه في أزمة كبيرة هرح لك شاف أن الأهلي في أزمة كبيرة لا بص يعني الأهلي مر بالظرف ده عدة مرات لكنها عدة مرات قليلة في 100 سنة أيوة ما هيش كثيرة يعني صحيح ده نمرت واحد نمرت اتنين الأهلي مش في كارسة لما تبصت لقيه في سنة ونص سنتين واخد ست بطولات أما للي واخد بطولة في 100 سنة يعمل إيه صحيح ده نقادي تاني يعني طب الزمالك واخد نص بطولات الأهلي طب يعمل إيه يعني 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 خلينا بس أنا بتكلم بالمقارنات حيث بصرقة هذه قصة أهلوية شوف أنا بتكلمك دوغري أهلوية أقول لك الزمالك خد الدوري بالحكام أهيوة لا لا الزمالك خد الدوري بالكورة صحيح شكرا أفضل ولما كان جمهور الزمالك ومنصات زمالكوية بتقول ده الأهلي نادي الدولة ونادي بياخد بطولات بالتحكيم بقالوا 50 سنة أنا كنت برد وموجودة في اليوتيوب طبعا ما فيش فريق بكتبها كمان يعني ما فيش فريق ياخد 130 بطولة أو 140 بطولة بالحكام شمنطق ما بيحصلش يعني دي حجة أنا ما بيحبش الحجة وتحديد الدوري عوز حسن الدوري تحديدا عكس بطولات الكاس الدوري مستحيل حد ياخده بالتحكيم يعني ممكن الحاكم لو أنصفك في المباراة فأنت عندك مباراة كاسية لازم تكسبها كمان حنعترف بقى عشان بس بما أننا قاعدين لوحدنا ما حادش ياخد باله يلا يلا عادينا ما حادش حاسبين الحكام على مدى تاريخ الكورة في مصر بيجاملوا الأهلي والزمالك بوضوح وانتهى الزمن بتاع حسين إمام وعلي أنديل ومصطفى كامل منصور يعني انتهى الزمن طبعا فيه شباب كتير ما يعرفش الأسماء دي حسين إمام عم حمادة إمام بيحاكم مطش أهلي والزمالك وحمادة إمام بيلعب حتى قال ده زمال كاوي ده مش عارف إيه كابت اللطيف قاعد يزيع مطشط الأهلي بالزمالك طول عمره طول ما وهو زمال كاوي ولعب في الزمالك وداري في الزمالك وحكم دولي صحة الله لغاية ما بزت الحكاية ما إحنا قررنا نبوضها بأن إحنا جيبنا لأ حكم محايد مسكندرية مع تأديري للجميع لكن إحنا ليه ما سبناش الناس هي الناس تبقى بالكفاءة تبقى بالاحترافية ليه عملنا التصنيف ليه شككنا تسببنا في أن إحنا نصدر الشك إلى جمهور الأهلي والزمالك في الحكام بتاعتنا اللي عمل كده ده مش مديق مش عارف يدير هو لقى فيه مشكلة حصلت في مئة عقب سنة ستة وستين أو حصلت مشكلة مش عارفين فرحناه المطشاط من الأهلي والزمالك في الملعبين تروح لستاد حصلت مشكلة في الاستاد سنة واحد السبعين فقالك لقى بقى احنا نجيب حكم من بره حكم أجنبي صدرنا احنا الحكاية صدرنا كان حسين إمام بيحكم للأهلي والزمالك وهو عم حمد أمام يعني يعني واخو يحي الحرية ومحدش بيشاكك ومحدش بيقول ومحدش بيشاكك ولا حد كان بيشاكك وكنا بنقول عليه يعني أبويا كمصامي الإمبراطور يعني بقراراته الصارمة والحاسمة في نقطة في منتلق بي ده بحرك فتحت السكة دي فتحت كذا سكة لا دي سكة عظيمة من كام يوم كده كنت بتفرج على عرف ما سبيرو زمان كانو عظيمة جدا متشوف فيها حاجات قديمة عظيمة تفرج على البرامج الرياضية والناس في البرامج الرياضية بتحذر مع بعض انت أهلا يا عوز حسن وأنا زمالكا وتب يا ربي زمالكا وتب يا ربي الأهلي يكسب والناس قاعدة في الاستوديو بتتحك والمشاهدين وقتها كانوا بيتحكوا احنا هنا بقى وصلنا المرحلة انه لو حراك قلت اي كلمة اي جملة ايه الحق ده قصد يوقع ايه الحق ده قصد يعمل انت ازاي بتقول انك أهلي انت ازاي تقول انك زمالكا وانت ازاي تعمل ويبقى لعيب طالع أهلي يعني لعيب سابك في الأهلي طالع في التلفزيون يقول له طالع متعصب أولي الأهلي يعني هو طبيعي لعيب الأهلي يقول له أهلي لعيب الزمالكي الزمالكي في حساسيات زيادة اوز حسن اوز اوز حساسيات كبيرة جدا وعايز اقول لك وقعة موجودة برضو من التلفزيون المصر في لعيبة كتير أولي أصدقائي أصدقائي من زمان يعني حتى قبل ما اشتغل يعني بحكم ان والدي كان بيشتغل في المهنة دي وكانوا بيبقوا في بيتنا كابتن حسن شحاتة فاروق جعفر محمود الخطيب محمود الخطيب عشرة عمر من هو لعيب إلى هذا اليوم طبع ويعني مش حزايد يعني محمود عارف يعني كابتن محمود الخطيب عارف إحنا أصدقاء وأصحاب إزاي بس مش معنى أن إحنا أصحاب بأنا يعني بسبب هذه الصحوبية مش أمين حتى مع الناس اللي أنا بتكلم عليها يعني اليوم ما اعتزل أنا اتأثرت جدا طبعا واتضيقت بس في برنامج حق الجماهير وهو موجود على صفحتي وموجود على على اليوتيوب على اليوتيوب موجود يعني اللي عايز يشوفه يعني اللي هو يعني يعني أعز لعيب كورة عندي محمود الخطيب وإحنا عادين كلنا أنا الوحيد اللي يقوله أنت قررك بالاعتزال صح لازم تعتزل لهو زعل ولا حد من جمهور الأهلي قال لي أنت زي تقول لي محمود الخطيب معني في ناس جنبي قالوا لا تلسه تقعد تلعب يعني سنين يعني 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 زمن مختلف تماما صح دلوقتي لو انتقبت حاجة عند محمود الخطيب مثلا يعني أبانا ضد محمود الخطيب مين قال كده بقول لهو يا خمانة ده ده عشو ملح إحنا عشرة عمر يعني 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 صديق مش مش مجرد علاقة صحفي برئيس نادي أو بلاعب كورة كمان وحتى لو كده وحتى لو كده وحتى لو كده آه يعني يعني المسألة دي يعني معادية صح عرف لحوك الحوكولاتي قلت مثلا زيزو أفضل لعب في مصر أتلاقي أنها حالت تانية أنا ما قلت ما قلت أن زيزو أحسن لعب في مصر آه قال لك ده زمالكاوي يا عمي هو إيه هو أنا لما قولي الحقيقة لازم أتصنف بالظبط كده طبعا أنا قلت أن الأهل نادي عظيم ونادي كذا وعمل كذا ليه ليه حالت قلت أنه الزمالك السنة دي ما كسبش الدوري بمساعدة التحكيم وقلت قبل كده أنه الأهل لم يفز بالدوري بمساعدة التحكيم طبعا لا الزمالك أحسن فرق السنة دي صح يعني الزمالك ده زمالك عمل مطش مع وعمل مطش مع الأهلي يعني تاكتيكيا مطشط كبيرة جدا يعني صحيح ليه أفطس الزمالك عشان أرضي جمهور الأهلي طب وليه أفطس الأهلي عشان أرضي جمهور الزمالك صحيح أنا شغلتي أن أنا أقول لأنا شايف أقول للناس اللي أنا شايفهم وعليك شوف اللي أنت عايزه أنت كمشجع أنت ما تحبش غير فريقك ولعبة فريقك ده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي لكن ما تصنفنيش أنا معك ولا ضدك لمجرد رأي أنا قلته وقد يكون أنا على خطأ يكون أنا شايف النزيزه والأهلوية شايفيني النزيزه أحسن لعيب السنة صحيح بقول لك الأهلوية كمان لكن لو أنت مش شايف النزيزه أحسن لعيب السنة دي ما فيش مانع أنت حر أنا لم أسيء ليك ولم أسيء لأي لعب في ندي الأهلي هو أنا لما أقول ما هو لازم يا فيه واحد أول وتاني وتالت لكن ما فيش حاجة اسمها أول وأول 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 خمسة أوائل دي مش بتحصل صح إلا عندنا إحنا كلنا أوائل أيوة ما فيش حد تاني وفيه جملة شهيرة اللي هو إيه لو حلقت رأت النهار ده قلت أجمعة الأهلي عظيم فأنت لازم تكمل الجملة زي ما الزمالك عظيم برضو أنا بتكلم عن الأهلي دلوقتي أنا قلت الأهلي عظيم عشان بتكلم عن الأهلي هذا مش معناه إن الزمالك مش عظيم والعكس صحيح يعني بقول الزمالك عظيم مش معناه إنه مش الأهلي الأهلي سنة ستة في الستينات الستينات دي حنخليها من سنة ستين إلى سبعة وستين ما هي مكملتش يعني عشان الحرب وما كملتش الأهلي دخلوا كلها الحربية في معسكر بأوامر من المشير عبد الحكيم عامر دي أوامر من المشير عبد الحكيم عامر يستحاد الكرة والزمالكاوي يعني بيحب الزمالك الأهلي الأهلي في نهيار ليه عشان الدوري طار منه في الستينات دي في الست سنين دول ست مرات أو خمس مرات وهو خده مراتين وخد كاس مصر مرة إنما الأهلي بعد الفترة دي اللي بتعتبر من أسوأ الفترات في تاريخ النادي الأهلي لأن الدوري راح منه خمس مرات يعني راح للزمالك مرتين والإسماعيلي والأولمبي والترسانة صحية أخذ الدوري سبعة مرات وربعة ثمان مرات في السبعينات الأهلي في التسعينات أو يغيب عنده الدوري مرتين بعدين ياخده خمس ست مرات الأهلي النادي الوحيد اللي عمل ثلاث سبعات تقريبا صحية سبعة وربعة حصلت يعني مش مختارع يعني اللي انتو شايفين وانتو كمان يعني اللي كل شايف الناس شايفين أنا سمع بقى حد دات يقولك لا حبيبي بالتحكيم يا سلام هياخد الدوري سبعة مرات بالتحكيم وهياخد اثنين مرئين مرة بالتحكيم وهياخد بطولات دي كلها بالتحكيم ليه ليه يبقى حضرتك خدت بطولات نص البطولات بتاعتك خدتها بالتحكيم صحية وفي الحالة دي الحزبة مش تبقى كويسة صحية فهي لكده ولا كده لا لكده ولا كده يعني يا جماعة بطلوا بقى بطلوا بطلوا تشويه للرياضة وتشويه للكورة والبهجة والجمال والمتعة وهي دي يعني زي ما انت بتقول كنتمتشات الأهل والزمالك تخلص من هنا ننزل للشارع نقعد نهزر مع بعض أهلوية وزمالكوية وأنا طبعا كنت حكم مع بعض طبعا يعني بعيزار يعني من كام يوم كتبت تويتر مش عالف حالك شفتها ولا لأنه قلت إنه فريرة مهم الكورة ما سيت استفيد من مبدارب زي فريرة زي ما استفيد من أجانب كتير مفهوض نستفيد منهم الاستفادة القصوى الراجل ده ييجي يتعمل له سيشان ويتعمل له دراسات يعني الناس تدرس معاه مداربين صغيرين يشتهلوا معاه وكاتب التويتر كده يعني عشان أنا بس كان تصوري كده في كيروش وكان تصوري كده في منوي جوزي الأسماء الكبير عندها خبرات هب فجأة لقيت الدنيا قامت علي وانت ما قدتش كده ليه على موسيمانش طبعا يا جماعة الراجل ده أكاديمي مثلا أن فريرة أحسن من موسيمانش طبعا بص فريرة مثلا مثلا مدرب ما عندوش فكرة عن الكورة بس من يوم ما جيها أربعة مارس للزمالك واللي عملوا مع الزمالك والكورة اللي لابها نادي الزمالك يقول على المدرب ده السنة دي النهاردة عبقاري عبقاري هايل ماشي أقول عليهم ما بيفهمش أقول عليهم ما ينفعش لا بصوا لمسات الزمالك شوف الزمالك لعب إزاي شوف الزمالك أداءه الجماعي تطور إزاي وتبقى من الظروف كمان شوف الزمالك الزمن الفردية في وجود بن شرقي المبدع اتغير مع فريرة ومع الفرقة اللي لعبت معاه بقى أداء جماعي جميل وتكتكيا على أعلى مستوى صحية نسبيا ما بقولش ليفر بول لكن مقارنة بالحالة بتاعة الدوري المصري كله أقول عليه وحش لا مستوى ماني لما جاه أنا شفت إن ده قرار ما يعملوش اللي ندي الأهلي فيه مخاطرة كبيرة وشجاعة ورؤية ومبادرة ما يعملش ده لن الأهلي إنك تجيب مدرب من جنوب أفريقيا تخليه يمسك الفريق بتاعك قياسا على تجربه مع فرق معاه طبعا مستوى ماني جاب كم بطولها لنادي الأهلي بطولة بالجمل كامت من أفريقيا وتنبرونز جاب بطولها جاب بطولها لكن أداء النادي الأهلي تراجع في النص التاني أو يعني في السنة الأخيرة في موجود موسيماني وأداء النادي الأهلي دارة المباراة إذا كان الفرقة بتعاني من الإجهاد أنا بقول هذا جزء يتحمل مسئليوته موسيماني هنا موسيماني يلام على بعض الصغرات وبعض السلبيات في إقدارته لكرة الخدم في النادي الأهلي في الوقت ده صح طب ده شيء طبيعي صحيح هو ميرينيو مش بيعد عند ناس بتشوفنا دلوقتي واحد من أعظم المدربين في العالم بالنسبة لي أعظم بالنسبة لك أنت طبعا بالنسبة لي أنا مش أعظم طبعا أسيكورة لأن الراجل ده بقى واخد بطولة أوروبية مش عارف أربعة دول ولا خمس دول مع بورتو مع انتر يعني دولة أوروبا الواحدة غريت دوليات المحلية واخد بطولات أوروبية مع كذا نادي وهو مدرب كبير لكن أنا مش باكرنه بجوارديولا ولا باكرنه بيورجون كلوب لأن أنا فلسفتي مش فلسفتي يعني حب الكورة حب الكورة بيقوم على فكرة الإبداع أنت كل ما مدرب بيعمل إبداع ويعمل حاجة حلوة أنا وعلى فكرة في التاريخ مش أنا للي بقول أعظم خمس مدربين هم المبدعين من أول ميكلز مدرب بأياكس ومهولندا ليورجون كلوب لأساكي لجوارديولا يعني طبعا الله يعني أنا بحب الإبداع والناس العالم كله بيقدر هذا الإبداع يعني أنا عايز أسألك في النادي الأهلي تحديد أهلي كلاعبين كتشكيلة وكقوام للفريق ناس بتسأل عن تدائمات كثيرة ولعبين راحلين كسر وجهاز فني اللي هو سوارش الأول سوارش بالنسبة لحردك سوارش الظلم ولا سوارش مداش الأمراض هو لعب أنا بص الأرقام مش معايا يعني أنا أعتقد أنه لعب خمستاشر مباراة خمستاشر مباراة متوسط خسر ثلاثة ويتعادل تعادل كتير تعادل كتير تعادل كتير سيبك من ده سيبك من الأحصائية سيبك من الأرقام يعني صحيح هو استلم فرقة مجهدة واللي اتعمل صح أنه قعد الأساسيين وإلا ده مش هينفع خلص الناس دي تستمر السنة الجاية كمان صحيح لكن رغم أنه لعب ناشئين وأنا معترض على فكهة أنهم أخدوا فرصة لأنه ما بيش حاجة اسمها ثمن ناشئين أو ثمن يا شباب جداد في المباراة واحدة يبقوا بيأخدوا فرصة لأنه أنا قلت أن التمانية دول لو بلعبوا في سنهم في فرقتهم يعني هلعبوا كرة أحسن من يلعبوا في الدول الممتاز لأن أنت عشان تعمل دعم للشباب بالشباب تختبر ثلاثة وسط ثمانية عطاولة تختبر اتنين وسط تسعة لكن ما تختبرش ثمانية مرة واحدة صحيح بجانب أنك أنت مجهزتهمش دواب نفسيا ومعنويا يعني أنا بقلوم سوارش أنه الفرقة اللاعب تديه حتى كمان ما الأهلي لعب مطشط بالناشئين بس مطشط حلوي مطر هو مش عارفين ناشئين أو شباب مطش قدام الزمالك وكذبوا فممكن قوي تلعب مطشط قدام فريق كبير بس إيه ده مطش أو مطشين مدعمين بالأساسيين يعني ده دعم ثلاثة أو أربعة ده عمل بال إن فاش ثمانية مرة واحدة تقول أنه هو ده يبقى أنت مش بتجربهم ما تظلمهمش ده كده بتحرقهم وديهم فرصة تانية أنا شايف أن التمانية اللي لعبوا كلهم يصلحوا للدولة الممتاز كلهم حقيقة الناس هتقولك مش عارف زياد ومش عارف أحمد سيد غريب ومش عارف مين أنا محمد أشرف ولا أحمد أشرف أنا رأيي أنا يعني أن دول كلهم لازم يأخذوا فرص وكويسين وحيطلع منهم حاجة زي ما زمالك عمل أنت عملت اخترتهم وكنت مضطر طبعا لكن اخترت وعوطت غياب الثلاثة أو الأربعة النجوم الكبار جدا اللي فرقتك مفهوم كرار رحيل سوارش كرار صحيح والله خاطئ لأن أنا شبت شوية أخطاء هو طبعا يعني أكيد معصور شوية لكن في حاجات لازم ما تلعبليش خمسة ثلاثة اثنين أو يعني تبتدي مطشك بأنك حريص جدا أنك ما تتغلبش تلاقي في خمسة في ادفاع الأهلي الأهلي فرقة لازم تهاجم لازم الشخصية باعت الأهلي أنت كمان كمدرد تبقى فاهمها وعرفها وشفت الأهلي وعرف الأهلي هو مش عارف الأهلي هو الحقيقة يعني جاي يعني ما عندوش فكرة مين الأهلي ده اغتيار كان خاطئ؟ آه كان خاطئ طب ما معنى فايلر كان صح ما كانش عنده سي في وده ما عندوش سي في فايلر ما كانش سي في بس كان ندرب من دلقتي يعني فرقة كبيرة في بلجيك مرنة مرنة يعني يعني سواريش ما ندربش فرقة كبيرة وكسنه أصغر كمان فايلر كان أصغر لكن فايلر ساب أصر ساب أصر غير بعض اللعيبة صح قدر يعالج بسرعة شوية حاجات عملها بس ده مفيش حد من نائبة الأهلي تقدر تقول انه غيرك منه أو غير من طريقته أو طور من أداءه ده بالعكس ده عمال يجرب ويطلع فلان ويحط فلان ويحطه فلان حتى في الأساسيين اللي كانوا يبلعبه يعني بشكل مش دائم لكن كانوا فرصة ان هما ياخدوا تجارب ياخدوا تجارب في الفترة دي صحيح ما عملش ده يعني حاسيت انه هو مش من أهم الملاحظات انه لم يعد هؤلاء الشباب معنويا عشان يطلعوا عندهم أحسن كورة وأخوة كورة في مباريات بلا دوافع يعني في دافع واحد بس انك انت الأهلي وانه ده قميس النادي الأهلي وانك شخصية الأهلي لازم تباني لازم تكسبه لا لا اخ ده متشاط اللي عبها بالشباب بالعافية يعني الشباب ده بصراحة بيجروا ورا الكورة 3-4 متشاط دي مسئولية المدرب مفيش مدري بيسيب فرقته تجري ورا الكورة مش عارفين يلاقي الكورة ودا ظلمي لهم طيب كالوس كروش من الأسماء المرشحة التدريب النادي الأهل تدعم الفكرة دي الا ما تدعمه ادعمها بصرط ما يلقي إباش اعتقد انر أحب مش اعمل كما فعله مع المنتخب هو مع المنتخب شاف ان المنتخب مقارنة بالاستنغال يلعب بالطريقة دي عشان يعيش مقارنة انا مش عارف بأي فاي ليعب بالطريقة دي عشان يعيش لكن لو كان الأستاذ كيروش هيجي عشان الأهل يلعب بالطريقة دي لا ما ينفعش الأهلي فرقة بتلعب كرة حلوة أحسن فريق بيلعب كرة جامعية على مدى سنين و أنا قلت قبل كده و بقولها تاني يوم حسام البدري خد الدوري مع الأهلي كان الأهلي أحسن فرقة بتلعب كرة جامعية و عشان كده خد الدوري لما كنت تلاقي وليد سلمان في الثمنتشر بيدافع وتلاقي مش عارف مين في الثمنتشر بيدافع وبعدين في لحظة ما هم الاثنين قدام بيهاجموا وهكذا بص حيجي يبقى لازم يفهم أن الأهلي ده هو فريق بيلعب كرة عشان يكسب كل مباراة و بيخد كل بطولة عشان يحاول يكسبها صحيح صحيح حسن في دايماً حاجة كده بتألف مع كل الموسم انتقالات حاجة نقعد كلنا ندور عليها و نلف حواليها الآن الجميع تحدثون عن فكرة أنه رمضان الصبح ممكن يرجع النادي الأهلي رأيك إيه في الفكرة طيب أنا فغيرش رأيي أنا قلت رأيي لما رمضان الصبح و كل جمهور الأهلي كان بيهاجموا أنه راح في راملس هو حر هو حر أنا لنته على حاجة تانية على كلامه تصريحه من حق أي إنسان أنه يترك أي مكان بيشتغل فيه و يروح مكان تاني من وجهة نظره هذا المكان مدياً أحسن لكن ما تقول ليش أن هذا المكان و هذا الكيان في كرة القدم يحقق طموحك أكتر من نادي الأهلي و برضو تاني و أنا بقولها كتير جداً والله أنا ما بطلبش من حد حاجة أنا بعملهاش أنا سبت مرتب كبير و روحت عشان مرتب صغير بس أنا حبيت الكيان يعني الكيان كان عندي أهم من المرتب الكبير أختصرها من الفلوس بأرقام يعني أنا ممكن أقوله أرقام لكن ما فيش ده عشان الناس هتتحك يعني أصلاً بيتكلم على فلوسه بتاعته بس الناس هتتحك يعني لكن في النهاية سبت مرتب و رحت مكان مرتب فيه أقل بخمس أضعاف المرتب لكتب أغدو بس أنا رحت كيان كيان ضخم و كيان كبير ده الأهلي مش أنا اللي رحت الأهلي يعني لكن في الصحافة لو حراك صاحب قرار في النادي الأهلي دلوقتي و كان الأمور متاحة بنا متزم موافق أو العم موافق والنادي يعني تاخد قرار بعودة رمضان ولا لا؟ بلي مواقف حتى يعني مع لعيبة في ظروف كنت أنا صاحب قرار فيها ولما يعني قراري لم يؤخذ بيه أنا قلت أنا مليش دعو بكرة خالص يعني فيه لعيبة بتمشي من مكان لأسباب مش 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 مقبولة يعني 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 فيها كده إيه مش عايزة أقول تعبير قاسي شوية لكن يعني لا مش مضبوطة يعني يعني مش عشان الفلوس لأ يعني فجأة كده تلاقي اللعيب ده بيقولك لا أنا رحت أمضيت مع فرقة تانية و إنت أبني النادي و يعني ليه يعني فلا اللي بيمشي بالطريقة دي ميرجعش ميرجعش اللي بيمشي بالطريقة اللي هو يعني يعني لو كان رمضان مشي من أهلي و مقالش الكلمتين اللي قالهم كان القرار يبقى بتاع النادي الأهلي أوكي مفيش مانع يعني يعني هو حر يعني لكن أنا اعترضت يومها قلت من حقه أنه يمشي أي إنسان طبعا وأي إنسان من اللي انتقده والهزأه والهجمه والأساء ليه ممكن لو في موقفه يعمله زي لا ممكن يعني في أقل من موقفها ممكن يعمله زي أي إنسان بيجي له عرض أحسن من شركة لكن مش كل الناس كل الناس بتقيم الكيان صح انت عايز تنجح ولا عايز فلوس القيمة القيم في الحياة تنين قيمة المادية الفلوس والقيمة المعنوية والأدبية النجاح انت عايز تنجح انا عايز انجح هضحي بالفلوس بس على فكرة لما تبقى باختار النجاح والقيمة الكيان الكبير يعني الفلوس هتجيلك كده كده جاي لكن لما تختار الفلوس في وقت من الأوقات هتشتاء للنجاح صحيح مش هتلاقيه ومش هيجيلك واضح الفرق واضح جد اخر حاجة مين في رأيك انت قلت لي افضل لعب في مصر السنة دي كان احمد سيد زيزو افضل مدرب مصر السنة دي كم مين فريرة يعني فريرة افضل مدرب بشكل عام علي مهر علي مهر افضل مدرب مصر مين اللعب اللي خزلك السنة دي واحد بس قول لي خمسة انا عارف انت رسيقين اللقاتي خمسمائة وخمسين منه وعشرة فبقى بقيلنا خمسة وعاربين هتعد خمسة وعاربين دلوقتي لا خزلني طبعا العيبة كتير يعني خزلني طبعا ما اقولك حاجة برسي طبعا مكسوني يعني ده مبدئيا عشان دول عنوان دول بعيد عن الخمسة لا لا دول بعيد عن الخمسة بس دول يعني ايه لو بتكتب عندك كتاب في فصل الخزلان فدول عنوان الفصل فدول عنوان الفصل يعني بصراحة حسين الشاحات يدي اكتر من كده طبعا انا مش بتكلم على لعيبة يعني ايه مجهدة يعني انا بختار انا عارف انا بختار ازاي يعني مش هقولك السولية مش احسن مواسم لي لكنه هو يظلم السولية ولا علي معلول نفس لا علي معلول انا بشوفهم حتى بالظرف ده يعني لما جيت اختار فريق الموسم حطيت علي معلول هو الباكليفت ثمن اهداف خلوا بالكم يا جماعة الناس مش وقدة بالها الاهلي لعب الموسم بدايته 16 مباراة ولا 15 مباراة ابداع يعني برضو نسبيا اداءه كان هائل وعمل ماتشاط يعني كان افضل ماتشاط 15 مباراة دول الاهلي طرف فيهم خمسة سيئة احنا دائما بنفتكر اللي في الاخر احنا الناس كلها بتفتكر اللي في الاخر طبعا وزا مالك طفوق في النصف التاني صحية من هتايج وكورة صحية فيعني ايه ما ننساش ان علي معلول باكليفت ومسجل تمن اهداف للاهلي عايز حاجة واحدة نفسك ما تشوفهاش في الدولة المصري السنة الجاي الموسم الجديد حاجة واحدة ايه نفسك ما تشوفهاش او نفسك تشوفه متعدل لا لا بص اول حاجة تأجيل التأجيلات وتعديل التعديلات ده مش عايزه تمام عايز جدول انا بقوله هو انا عايز جدول من اول ما يتعمل لغاية اخر يوم اعرف الازواء الاول امتى والازواء الاخير امتى وعايز كمان حتقول لي افريقيا واصل المجهدين واصل كذا يبقى الاندية الاندية كلها تفكر في نظام دوري حتى يكون في فترة انتقالية موسم واحد عشان نستريح شوية صحيح يبقى 26 ازبوع بدل ال34 اللي هو البلي اوف اللي هو الـ 8 والعشرة اللي هما هي موسم واحد مع الاندية هاي اللي رفضت النظام ده صحيح مش عايزة شوف اعتراض على الاطلاق المدرب المدير الفني والمدير الفني طبيعي جدا انه هما اللخبطوا شوية مع الحكام يعني يتكلم يعترض ويقول له ايه حكم ده حرام عليك لكن لا مدربين ولا مساعدين مدربين ولا مدرين وإداريين كل شوية يضيط على الحكم ويطلعوا يتكلموا معاه و صحيح ده فوضى صحيح والفوضى لازم تبطل ده حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا لازم الانتظام لازم العدالة لازم العقوبات تزيد شوية عشان الفوضى تبطل صحيح صحيح حسن دايما بتشرف ودايما بتنور دايما بستمتع جدا بتواجح أنا بشكرك شكرا جزيلا 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 لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معنا ابطال ابطال منتخب كرة اليد للشباب الفائز بطولة كأس الوام الأفريقية كابتن عمر خليفة ومدرد منتخب اليد كابتن مهاب سعيد وكابتن عمر عمر الفولي لعبي منتخب اليد بعد هذا الفاصل خليكم معنا موسيقى